أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا عاوز أتكلم عن دليل مهم جدا لقيامة يسوع المسيح وهذا الدليل هو من تلاميذ الرب يسوع المسيح أخلاقيات التلاميذ هو دليل مهم دليل واضح ودليل قاطع على قيامة يسوع المسيح من بين الأموات لاحظ حالة التلاميذ كانوا مرتعبين كانوا خائفين في العلية ولكن عندما امتلأوا من الروح القدس ولأنه شافوا الرب يسوع لمدة أربعين يوم بعد القيامة لا توجد قوة في الأرض استطاعت أن تهزم التلاميذ لا عظمة الإمبراطورية الرومنية ولا السلطة اليهودية بكل قوانينها وبكل تشريعاتها ولا حتى الأمم ولا أي شخصية أخرى استطاعت أن تقف أمام كنيسة الرب أمام التلاميذ ولا حتى شاول الترصوص بكل غطرشته وبكل قوته اللي حاول أن يوقف المسيحية لكنه هو أيضا آمن بالرب يسوع المسيح والحقيقة الشيء المذهل أخلاقيات التلاميذ طبعا داما أخلاقيات التلاميذ أو الأتباع لأي قائد هي بتعكس القائد فالمسيح كان كامل بلا خطية لم يشتم لم يلعن بل غفر بل سامح لم يستخدم العنف لم يستخدم السيف وحتى وهو على الصليب كان يقول اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وهكذا أحباء التلاميذ اللي في بداية القيامة اتهموهن أنه صرقوا الجسد ومع أنه كل البرهين والدلائل للقيامة بتوضح أنه كانت معجزة إلهية وعبرت عن مصداقية يسوع المسيح وتصريحاته الكاملة فإذن التلاميذ بعد ما امتلأوا من الروح القدس الشيء المذهل راحوا لنفس المنطقة منطقة الهيكل وابتدى بطرس الرسول بيوعز الوعزة الأولى وكانوا بيتساءلوا لأنه كانوا مملؤين من الروح القدس وابتدى للبعض كأنهم سكارة أو في حالة الهذيان فهو وضح هذا المفهوم لا 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 يعني اللي بيدي يسكر بيسكر بالليل بس كانت في وضح النهار وابتدى يتكلم عن يسوع المسيح بكل جرأة بكل جرأة وفعلا مش بس تلاميذ المسيح تلاميذ التلاميذ وتلاميذ التلاميذ أحبائي استمروا لم يعملوا غزوة لا عسكرية ولا حربية ولا أرغموا أي إنسان على الإيمان بل بالعكس كانوا يصلبون ويطعموا للوحوش ويحرقون على الأخشاب ويصلبون كان بمارسوا فيهم كل شتائل شتاء العزبات وكل وسائل التعذيب ولكن مع كل هذا التلاميذ كانوا متشبهين بشخصية يسوع المسيح أليس هذا عجبا؟ تعال أدرس أتباع أي شخصية أي نبي مثلا لو هو بيدعي النبوة من التلاميذ تستطيع أن تعرف هوية القائد وهوية القائد بتنعكس من خلال التلاميذ فمثلا سقرات أخلاقيات سقرات العالية انعكست من خلال تلاميذه وهكذا عظماء مثل بوذا مثل غاندي انعكست من خلال الأتباع ابتوهم فكم بالحر يسوع المسيح اللي هو كامل الكمال وكامل الأوصاف وكامل المثال وجمال الكمال بكل معنى الكلمة حياة يسوع المسيح تدفقت في حياة تلاميذه فبتشوف عن بعلمه عن الغفران بيواجهوا حتى الأعداء بدون أي كلمة سلبية بدون أي كلمة واقفة بدون أي كلمة غلط بدون أي حب انتقام أو شفاء لصدورهم أو غليلهم بالعكس كانوا بوضحوا الحقائق وبجاهروا فيها وبموتوا من أجلها بدون ما يرفعوا سيف ولا ينزلوا قطر الدم هذا مش بقودك أنك أنت تتعجب وتبتدي يعني إذا أنت من ديانة أخرى تبتدي تسأل شمعنا إن هؤلاء أتباع المسيح نشروا المسيحية بالحب والسلام والغفران والمسامحة بدون قطر الدم بدون سيف بدون انقلاب سياسي بدون حب للنساء أو الغزوات أو المطامع المادية أو الأسرة أو السباية أو ما فيش كل هذا في المسيحية قمة عالية من الأخلاقيات واستحال إنك تكون عندك هاي الأخلاقيات إلا إذا اختبرت يسوع المسيح يمكن في ناس بطبيعتها حلوة وكويسة ومنيحة بس لما الله بينظر لإلك شو بيشوف مش مهم إنك إيش أنت بتعكس على الناس الله لما بيتطلع على قلبك شو عم بيشوف فالتلاميذ فعلا اختبروا قوة القيامة والدليل إنه كانوا يكرزوا بجهارة بكل جرأة بدون خوف لكن بأخلاقيات عالية جدا هذا دليل وبرهان واضح على قيامة يسوع المسيح وإذا أنت اختبرت يسوع المسيح بصلي من كل قلبي إنك تكون شهادة حسنة حية مباركة بتعكس فيها جمال المسيح طبيعة المسيح صورة المسيح تعليم المسيح بل روح المسيح اللي بيتضفق فينا يتضفق إلى الآخرين فالناس فعلا مثل ما قال يسوع بهذا يعرف الجميع بأنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض شارك هذا الفيديو حتى يكون بركة لآخرين والرب يباركك